موسيقى مشاهدين مساء الخير وأهلا وسهلا بالجميع إلى هذه الحلقة من بتوقيت مصر معي أنا أنا العراب في حلقتنا نتحدث عن الهجمات الدامية التي تعرضت لها القوات المصرية في سيناء في هجمات متزامنة مع عدد من الكماء في العريش والشيخ زويد ونتساءل عن أسباب تكرارها نتحدث أيضا عن المصريين في اليمن الذين بدأت عمليات إجلائهم بعد أيام من بدء عملية عصفة الحزم ضد الحوثيين وبمناسبة اليوم العالمي لتوحد نستمع إلى تجربة أم مصرية ونتعرف على المصاعب التي يواجهها أطفال التوحد وأسرهم وأخيرا نستمع ولكن بالصورة إلى حكاية ألف كرسي وكرسي كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر يوم دام شهدته سيناء اليوم 17 قتيلا بين عسكريين ومدنيين و30 مصابا أيضا من العسكريين والمدنيين المدنيين عفوا من بينهم طفلان أصغرهما يبلغ من العمر عام واحد هجمات متزامنة شنها مسلحون على عدد من كمائن الجيش في مدينتي العريش والشيخ زويد فجر اليوم بأسلحة ثقيلة وآلية وقال المتحدث العسكري إن قوات الأمن قامت بالرد عليهم ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا المزيد في هذا التقرير نفذت الجماعات المسلحة في سيناء سلسلة هجمات متزامنة بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية على نقاط أمنية وحواجز في مناطق العريش والشيخ زويد ليلقى ضابط مسرعه مع 14 مجندا بالإضافة إلى 2 من المدنيين لتكون هذه الهجمات هي الأعنف منذ اقتحام مقر الكتيبة 101 في العريش في يناير الفائت وبدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عن تمكن الجيش من قتل 15 مسلحا ممن شاركوا في تنفيذ الهجمات التي طالت كمائن الوفاق وقبر عمير والبوابة على امتداد طريق رفح العريش الدولي الذي يخضع لمراقبة وحراسة مشددتين جدير بالذكر أن سيناء تحولت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي إلى مصرح محتدم من المواجهات بين قوات الجيش وشرطة وجماعات مسلحة نفذت العشرات من العمليات الهجومية التي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المسئولية عن معظمها الإجراءات التي يتخذها الجيش المصري بما تشتمل عليه من حملات مداهمة وتفتيش وقطع للاتصالات لم تنجح على ما يبدو حتى هذه اللحظة في وضع حد لهجمات الجماعات المسلحة التي أصبحت تتكرر بنسق ثابت على الرغم من تأكيدات السلطات باقتراب بسط السيطرة وإعادة الهدوء إلى أرض الفيروس عبر خدمة سكايب من العريش ينضم إلينا الصحفي أحمد أبو دراع أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد أولاً كيف انتهى اليوم بأي حصيلة وبأي معلومات جديدة الحصيلة النهائية حتى الآن حسب المصادر الطبية هي 17 مجند ومدني وإصابة 13 آخرين وإصابة 12 مدني تم نقل منذ ساعات تم نقل 17 شهيد إلى قاهرة بإصابة 13 مصاب عسكريين تم نقلهم إلى مدينة القاهرة مدير الأمن ومحافظة شمان سيناء قاموا بزيارة المصابين المدنيين بمستشفى العريش العام محافظة شمان سيناء صرف 5000 للمتوفي و3000 جنيه للمصاب من المدنيين جراء هذا الحادث تبدو الفاتورة المدنية واضحة وبالتالي كيف يتعايش المدنيون مع هذه العمليات العسكرية ما أبرز تخوفاتهم هناك في غالب العمليات التي وقعت في سيناء كان هناك ضحايا ومصابين من المدنيين في الكثير من الحوادث التي شهدتها سيناء خاصة في الحادث الأخير وهو استهداف الكتيبة 1001 حيث أصيب عدد كبير من المدنيين واستشهد عدد من المدنيين جراء الأضرار التي لحقت بحي الضاحية بمدينة العريش المجاور للكتيبة 1001 ومدرية أمن شمان سيناء أحمد حسب متابعاتك للتحليلات والمراقبات الأمنية لما يجري كيف فسر استمرار هذه العمليات المسلحة وتكرارها بل بوتيرة متقاربة بشكل شهري تقريبا رغم الاستراتيجية الأمنية التي اتخذتها السلطات المصرية هناك في مدينة الشيخ زويد ورفح يعني غالبية العمليات حدثت في مدينة الشيخ زويد ورفح سواء كان ضحاياها سواء مدنيين أو عسكريين ولكن في ظل القطاع الاتصالات وفي ظل حالة حضر التجول لا تزال العمليات على وطيرة واحدة يعني شبه شهرية عملية كل شهر عملية يروح ضحيتها العديد من الضحايا سواء عسكريين أو مدنيين حتى الآن من وجهة نظري لا توجد استراتيجية لوقف تلك العمليات التي تستهدف المدنيين والعسكريين في شمال سيناء يعني هل ينظر المدنيون مثلا أو المحللون على أن ما سخر من قوانين ضد الإرهاب ومن توزيع لأعداد كبيرة من الضباط المختصين في مكافحة الإرهاب على أن هذه الاستراتيجية فشلت في سيناء يعني طوال عام ونصف من العمليات العسكرية حتى الآن لم تتوقف الهجمات ضد القوات الأمنية والمقارات الأمنية واستهداف للعسكريين والمدنيين يعني طوال العام ونصف لم تتوقف تلك العمليات وهو ما يعتبر طالبات بيعطي الاستراتيجية من جديد حتى تتوقف تلك العمليات التي تستهدف المدنيين والعسكريين طيب أحمد هناك من يعز ذلك إلى تشتت القوى المصرية بين جبهات أخرى ومنها جبهة اليمن على التحديد هل ترى حسب متابعاتك أن لهذا تأثيرا على استمرار هذه العمليات وعلى عدم القدر على السيطرة عليها لا جبهة اليمن كما تعلمين منذ يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع بل أكثر ولكن العمليات في سيناة العسكرية منذ سبتمبر 2013 حتى الآن يعني ليس هناك أكثر من جبهة جبهة محددة منذ أكثر من عام ونصف في شمال سيناة هناك من يسأل أيضا أحمد عن الفارق الذي يمكن أن تضعه أو تصنعه المساعدات الأمريكية المفرج عنها في الفترة الأخيرة وأنها يمكن أن تساعد القوة الأمريكية أكثر إلى أي مدى يرى المحللون والمتابعون هذا الأمر منطقيا وواردا منذ شهورا عديدة والسلطات المصرية تطالب استرجاع عشر طائرات أباطشي كما تعلمين موجودة لدي واشنطن ولكن إذا كانت المساعدات ستصد في العمليات العسكرية في سيناة فإن المرجح أن تسعد في أنهاء تلك العمليات في سيناة حسب مصارعية حسب مصارعية إذا ما أعدنا إلى طبيعة هذه العمليات إلى توقيتها ما هي الرسائل التي يمررها هؤلاء المسلحون من خلال هذا التوقيت والوتيرة المتكررة؟ يعني الآن وأنا أتحدث معك هناك قصف لطائرات الأباطشي تقوم بقصف ينوب الشيخ زويد ورفح منذ ساعات حتى الآن لملاحقة منافذي الهجوم الذي يستهدف عدة أكمنة في الشيخ زويد ورفح هل من المنتظر أن تنتهي عملية التمشيط في وقت قريب حسب معلوماتك؟ حسب معلوماتي يعني ما تزال طائرة الأباطشي منذ ساعات عدة تقوم بالتمشيط وقصف عدة أماكن جنوب الشيخ زويد ورفح ولكن حتى الآن لا توجد ساعة معينة لانتهاء ذلك القصف وعملية التمشيط شكرا جزيلا الصحفي أحمد أبو دراع هذه النقاط على كل سأحاول أن أناقشها مع ضيفي الأستد أحمد سقر مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء لشؤون التخطيط والاستثمار سابقا أستد أحمد مساء الخير السؤال كان في بادي الأمر أو ما نحاول مناقشته عن الاستراتيجية الأمنية التي اتخذتها السلطات المصرية بقوانينها بخطتها العسكرية لماذا لم تفلح حتى اللحظة في الحد من العمليات المسلحة ضد العسكريين والمدنيين في سيناء يعني برغم التعديلات التي تمت على الاستراتيجية الأمنية في الفترة الأخيرة بعد الإخفاقات التي تمت في قرم القواديس أو في الهجوم النهوة التي تمت في العريش لكن لازم نبقى فهمين أن الحال الأمني لوحده وعمره ما هي حق نتيجة على الأرض لأن أنت بتواجه فكر متطرف الفكر ده يحتويه جهود متأخرة جدا في التنمية يحتويه فك القيود عن البشر المصريين كامل الأهلية الطبيعيين اللي عايشين في المنطقة دي اللي هم محاصرين ما بين سندان التطرف ومطرقة الفشل الحكومي في التعامل مع الأمر فهنا عندنا جيش نظامي محترف لكن بيحارب حربها في قواعد الجيش النظامي فكرة وقود الكمائن في أماكن احنا قلنا بالكده الكمائن دي في حد ذات مكتوبة بنك أهداف للإرهابيين يخططوا ازاي وده اللي بيحصل تجربة أثبتت على أرض الأرض طيب ما هي نقاط القوة لهؤلاء حتى يستطيعوا إفشال هذه الاستراتيجية أو جعلها عديمة الجدوى إلى حد اللحظة ولا تزال تحسد الأرواح نقاط القوة الأكثر وضوحا لهؤلاء أن هم بيستفيدوا من أخطاء النظام أخطاء القوامين على أولاية الأمر هم في الآخر بيستفيدوا أن القصف ممكن يبعى عشوائي أو بإحداثيات مضللة فيصيب ناس أبرياء فيروح هم يقولوا إحنا اللي هنحميكوا أو إحنا ده اللي بيحصل على الأرض فكرة كمان أنه هو الناس بتسمع عن وعود تنية إحنا سمعنا عن شهرين عن عشر مليار جنيه لتنية سينة سمعنا شوفنا رئيس الدولة بيعين بيرقي لواء يعين الفريق ومسؤول عن الجالهة الشرقية ويقول له أنا أنت مسؤول قدامي أن الحوادث دي ما تتكررش ونتأمنه تنية سينة مسؤوليتك متى سنرى مسؤول يحاسب في سيناء عن تقاعته عن أداء واجبه متى سنرى مسؤول في سيناء يحاسب عن فشله أو فساده أو إهضاره للمال العام متى؟ ده اللي هيحفظ زماء جنودنا ده هو اللي ممكن يحفظ ويقلل خسائدنا البشرية في سيناء يعني هذه الهجمات تحمل رسائل غير سياسية أيضا غير تلك المتعلقة بالإطاحة بالرئيس مرسي والوضع السياسي الجديد في البلاد هل هذا ما أفهمه من تحليله؟ أنا أعتقد أن القائمين على هذا الأمر في سينة من المتطرفين أو المسلحين لا يعنيهم مرسي ولا يعنيهم الإخوان المسلمين كليا وتحولهم كان مرتبط بحوادث كالحرس الجمهوري أو كأحداث المجزرة اللي حصلت في ربعة كان أن هم قبلها ما كانش فيه يعني توجيه مباشر للهجوم واستهداف مدنيين وسط القوات مع القوات الموجودة لكن التغير النوعي ده حصل لأحداث سياسية حصلت في مصر لكن في الآخر السكر المتطرف ده متوطن في سينة من 2005 وإحنا بنستخدم مع الحل الأمني فقط بلا أي تنمية مدينة زي مدينة الشيخ زويد قعدت أسبوع من غير مياه وكهرباء ده البشر طبعيين مين يستحمل ده؟ لازم نسأل أسئلة دي مين السبب أن مدينة زي مدينة الشيخ زويد فيها ألاس السكان من المصريين من الدرجة الأولى كامل الأهلية يعيشوا في مدينة بلا مياه وكهرباء طرق مقطوعة بقالها سنين هو ده إحنا كده بنعمل بنحق الاحتخان المجتمع بنوفر بيها أمن المتطرفين أن هم يكسبوا أرض لا إحنا يعني واسترجال أن هي ثبت أن هي بتحقل لنا خسائر تمترس في الكمين أو ضرب بالأبتش بشكل أو يعني بشكل غير محدد بنسمع عن خسائر في الارهابيين وبنتخال أن إحنا قلاص نتهينا من المئات واللي موجودين والمشايلين السلاح ضد الدولة وبنفجأ أن هم في توقيتات هم عارفينها إحنا عارفين أن إبريل كل سنة في إبريل بيحصل عملات نواية ضد الجيش المصري أو ضد المنشآت معينا ويعني إحنا ده حصل في أول إبريل إحنا كن متوقعين ده يحصل مع 25 إبريل في السوطرة العادة اللي بتحصل وده أو ده يعني ما بيراش التاريخ وبيعرف سلوك الناس دي هو ده يعدي لفشل فإحنا محتاجين أن إحنا استراتيجيتنا الأمنية تراجع أن إحنا بنحارب شوية أشباح ما نحاربه مش بشكل جيش نظامي مش الدبابة اللي تحقق النطرة في المعركة دي السنبولة أو الزرع اللي تتزرع النور اللي هيتنور محط الماء اللي تشتغل هو ده اللي هيخلينا نكسب الحرب في معركة الإرهاب طيب قد يرد عليك آخر أستاذ أحمد في طرحك الذي تفضلت به أن التنمية أو نقص التنمية لا يقتصر فقط على سيناء هناك مدن ومناطق عديدة في مصر لم تمسها مشاريع تنموية ولازال سكانها يقبعون تحت خط الفقر ومع ذلك لا تشهد عمليات متواترة ومضبوطة التوقيت كما تشهدها سيناء لأن سيناء عمقنا الاستراتيجي وأمننا قاومي يصنع الأمن قاومي المصري الحقيقي يصنع في سيناء نحن عندنا الصعيد أهلنا في الصعيد صبرين ومستحملين التهميش وغياب التنمية لكن في الآخر حدودنا في الصعيد مع مين؟ مع عشقانا السودانيين لكن احنا حدودنا في الشمال الشرقي مع مين؟ مع إسرائيل مع العدو الإسرائيلي هو في الآخر هو العدو مهما قال أن علاقاتنا هو في الآخر عدوه طيب ماذا عن الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء هذه العمليات؟ هل تعتبر هذه العمليات سببا مباشرا في سقوطهم؟ أم أن العمليات العسكرية للسلطات المصرية؟ هم أحنا قلنا أهل فينا أهلنا اللي فينا وقعين بأن شقائي الروحة هم بيموتوا سواء في الاشتباه على الكمين بالغلط أو بيموتوا خلال ضرب عشوائي أو بيموتوا خلال عمليات بيقوم بها الإرهابيين على أكاة منها وفي وجودهم في الأماكن دي وفي ناس الوقت على المستوى الإنساني هم أحنا مش ميندين لهم لا أي فرصة للتنمية ولا أي فرصة للعمل بالنائمهم كل يوم الماغر بقالنا سنتين نصوات الاقتصادي متوقف اللي بينزل مصر بيقاط على الكنين وبيهان مجرد أن يبتقطوا من الشيخ زويد ولا من العريش الصورة الزهنية التي تتنسم لهم في الإعلام صورة غير صحيحة للأسف بشكل مغرد كل دوت ونسجع نقول ليه الفكر المتطرف متوقف في سيناء؟ نسأل نفسنا الأول نسأل أولاد أمرنا الأول إحنا ليه عملنا فينا كده عشان توصل للمرحلة دي إن إحنا الجند المصري دمه بيسيل على أرضه بسلاح شايله واحد مصري أو واحد جاي من مكان هي دي المحرقة اللي إحنا بنتكلم فيها وحلك الأمني مهما عملت بطش مهما وصلت مهما قتلت تورما بيت الاحتقان موجودة هيفضل فيه متطرفين شايلين في لحظة ضد الدولة يفضل فيه رهاب ويفضل فيه تلجير التنمية تمشي بشكل موازي سيناء فيها مشاكل في 40 كيلو 40 كيلو متر من أصل 670 كيلو سواحل بنعمل إدفاية 640 كيلو سواحل دول خاوية على عرشها هل قدمت هل قدمت أي مطالب مدنية سيد أحمد بهذا الشأن وجهة النظر هذه هل وصلت إلى السلطات كثيرة برامج تنمية سيناء والخطط والمشروعات موجودة الأدراج محملة حتى يعني الناس دجرت من المطالب في الآخر فيه سلطة تنفيذية شغالة بجنب الحل الأمني السلطة التنفيذية دي متقعة عن أداء دورها فيه مسؤولين تنفيذيين مسؤولين عن تنمية سيناء ما بيروحوش سيناء بالسنة والأشهر فيه ناس بتدير سيناء من فاكرة ان تنمية سيناء تدور من القاهرة وهو مطلوب منهم يكونوا موجودين في قلب سيناء عشان يمرسوا مهامهم اللي هما قابلوها وقابلوها بمهامها عشان يمرسوا دورهم فاحنا الجيش مش هيقدر يواجه الارهاب لوحده في سيناء بدون تنمية حقيقية بشكل موازد فوق الاحتقان المجتمع اللي موجود في سيناء بدون فك الإجراءات الأمنية الغير ضرورية التي سابت فشلوها احنا عطلنا منطقة الضحية سنة على الناس وفي الاخر الارهابي ينجح ان هو يخترقها ويفجر فيها الكتيبة مية واحد حطين كمين منعت الناس من موزولة حياتهم الطبيعية في الوصول لاحتياجاتهم الأساسية والكمين دي سابت فشلها لانها ما منعتش الارهاب ان هو يهاجم الكمين ويدمروا تحنا يعني لحد امتى هلنادي ان احنا اساس مواجهة الارهاب خطت فعنا الاول هو اهلنا في سيناء عدم وجود ليهم قدر في المعابلة بتاعت التعامل الامني هو اكتر خطر يهدد بالامن القومي شكرا جزيلا اهل سيناء هم مفتاح الحل نتمنى ان تصل الرسالة شكرا جزيلا سيد احمد سقر مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء لشؤون تخطيط الاستثمار سابقا قالت وزارة الخارجية المصرية ان مجموعات من المصريين في اليمن قد بدأوا الخروج منها تمهيدا لعودتهم الى مصر وبحسب الانباء الواردة بدأت محاولات اجلاء المصريين منذ الامس بحرا عن طريق ميناء عدن والحديدة وجوا عن طريق شركات طيران يمنية واجنبية الى دول مجاورة وبرا عبر معابر حدودية مع السعودية وسلطنة عمان وتقدر اعداد العمالة المصرية في اليمن ما بين ستة الاف وسبعة الاف من بينهم خمسمائة مصري متزوجين من يمنيات وكان المصريون في اليمن قد وجهوا انتقادات للسلطات قائلين انها لم تتخذ اجراءات لاجلائهم من اليمن سريعا رغم قيامها بسحب الدبلوماسيين المصريين مع بداية عصفة الحزم التي تقود فيها السعودية تحالفا من عشرة دول من بينها مصر لشن غارات جوية على مواقع الحثيين في اليمن نتوقف عند فصل قصير ثم نواصل حلقتنا لهذه الليلة بتوقيت مصر اهلا من جديد الاعاقة المستترة والمرض الذي لا يعرف سببه او علاجه بصورة يقنية هكذا يعرف البعض مرض التوحد فالطفل المصاب بالتوحد يصعب تمييزه بين الاف الاطفال من النظرة الاولى وربما هذا هو ما يجعل ادراك الاهل لاصابة الطفل بالمرض سريعا او تعامل المجتمعي معه اكثر صعوبة في مصر لا توجد ارقام مؤكدة حول عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد لكن ما يجمع عليه اسر الاطفال المصابين هو قلة الوعي المجتمعي بالمرض والتعامل مع المصابين به وايضا صعوبة العثور على مدارس غير باهضة التكاليف يمكن للطفل ان يدرج فيها مثل اقرانه لكن في بادرة امل اعلنت الجمعية المصرية للتوحد ان حالة مصابة بالتوحد ستلتحق بالجامعة هذا العام للمرة الاولى في مصر بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمورد التوحد نفتح نقاشا حول هذا المرض ونتحدث الى احدى الامهات التي اصيب ابنها بالتوحد كما نتحدث مع مختصين هنا وفي القاهرة تابعونا بعد هذا التقرير وجوه لاطفال لا تختلف كثيرا عن وجه اي طفل اخر لكن الحقيقة ان هؤلاء الاطفال من المصابين بالتوحد فخلافا لما قد يظنه البعض فان مصابي التوحد لا تختلف هيئتهم او بنيانهم الجسدي عن الاطفال العاديين لكنهم مع الاسف لا يتمتعون بالذات الحقوق ولا يتلقون ذات المعاملة التي يتلقاها اقرانهم من غير المصابين وكأن المرض في حد ذاته لا يكفي يعاني الاطفال المصابون بالتوحد من رفض طلبات التحاقهم بالمدارس على الرغم من ان قانون المصري نص على وجوب دمج هؤلاء الاطفال في المدارس العادية وهو ما يضطر الاهالي الى اللجوء للمدارس المتخصصة باهظة التكاليف والدة احد المصابين بالتوحد اوضحت ان هناك صعابا تواجهها في المجتمع اذ يتعامل البعض مع ولدها المصاب بتذمر والبعض الاخر يظن بانه طفل معاق ذهنيا لافتت النظر الى انه يجب على الجميع ان يعي كيفية التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اوكاستيك الميزة اللي فيهم انه شكلهم الخارجي عادي جدا بالعكس يجولي احلى اخوتهم لكن عندهم قصور في التواصل فالناس بما مش قادرين ما بيقدرش يتفهموا دهوت ففيه ناس بيتعصبوا عليهم فيه ناس بيضيقوهم فيه ناس بيغلسوا عليهم اللاطيف انهم لما بيبتدوا وقدرين يدخلوا مدارس لما بيبتدوا في المدارس منهم صغيرين صحابهم بيقدروا انهم يتعاملوا معهم بصورة طبيعية ويعد مرض التوحد من الامراض التي يصعب اكتشافها بسهولة فهو يظهر في السنوات الثلاث الاولى من حياة الطفل في هيئة قصور في بعض السلوكيات منها عدم القيام بردة فعل حيال من يتسم لهم وعدم النظر في العينين مباشرة وعدم الخوف من الخطر بالنسبة للموصفات التشخصية لمرض التوحد او اللوتزم اول حاجة هو مشكلة في التواصل التواصل نوعين تواصل اللفزي وتواصل غير اللفزي الطفل ده بيكون عنده تأخر في الاتنين التواصل اللفزي يعني فيه تأخر في الكلام والتواصل غير اللفزي يعني فيه تأخر في التعبيرات اللغوية وفي التفاعل الاجتماعي مع الاخرين الطفل ده ما يعرفش يشترك في انشطة مسلية مع الاطفال الاخرين الطفل ده بيكون عنده تقوس معينة بيحب يكررها ونمطية واسلوبية بتتكرر بنفس الطريقة كل يوم وبالرغم من أن تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة أشار إلى أن عدد المصابين بالمرض عام 2001 بلغ مليونين وثلاثمائة ألف وأن العدد سيرتفع في عام 2017 إلى مليونين وتسعمائة ألف إلى أن الجماعيات المهتمة بمرضى التوحد تعاني من الإهمال وغياب المساندة الحكومية وإن كان الفن مرآة المجتمع وبالرغم أهمية المرض وانتشاره في مصر إلا أن الفن المصري تجاهله كليا حيث لم يتناول المرض سوى فيلم واحد هو التربي ومعنا في الستوديو الزميلة سلمة عمارة وهي أم لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويعاني من التوحد لتحكي لنا عن تجربتها وابنها مع المرض مساء الخير سلمة معي أيضا الدكتور علي التاج أحمد استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض التوحد وسنحاول أن تكون معنا من القاهرة أيضا الدكتورة مهال هلاري رئيسة الجمعية البصرية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أبدأ معك سلمة أول شي شكرا جزيلا أنك ستقاسمين معنا ومع المشاهدين هذه التجربة نحييك على هذه القوة وهو ليس غريبا على أمهات مصر أبدا وعليك سلمة تحديدا لو تحكينا أولا كيف بدأت قصة أحمد الله يخلي لك يا إن شاء الله مع التوحد كيف اكتشفت ذلك؟ في الحقيقة أنا كنت محظة أنه أبسست بأديه كان طفل عمره شهور بس كان بيفضل ممكن يقعد ساعات بيبص على أديه تطوره كان طبيعي لحد عمر السنة وبعدين بدأت ألاحظ أنه بنادي عليه لسه ما بيعرفش اسمه ما بيردش على اسمه ما بيلتفتش أحيانا بيكون بيتفرج على شيء وبدون سبب مفهوم بالنسبة لي يبدأ يبقى هايبر يعني يبدأ يعمل فليب فلوب بأديه يعني بطاقة زائدة بشكل معين يعني مش زي طفل طبيعي هو طفل هادي بالعموم وبعدين ممكن يكون بيتفرج على فيديو أو فيلم أو واتريفر وفجأة تلاقيه عند نقطة معينة بفليب فلوب وبينط بطريقة معينة ومركز تماما في اللي هو فيه لو أنا نديت عليه كأنه ما فيش كأنه مش سمعني فبدأت أحيي صغير طبعا التأخر في الكلام كان لسه عمره صغير بس أنا كنت ملاحظة حتى ماما ما فيه ما بيقولش حتى ماما بيقولش بابا ولا حاجة بدأت أقلق وروحت هنا على الجي بي على العيادة وقلت لهم يعني بعد السنة روحتي مش من أول ما حسيتي لا سنة سنة وثلاث شهور تقريبا أول مرة روحت أنا ما كنتش فاهمة المفروض الخطوات اللي أنا أخدها في حالة زي دي إيه من مين يعني التروحين بالضبط فحكيت لها أن أنا عايزة جيناتك تيست قلت لها أنا على طول كده في النسبة لها ده كان غريب ليه فكرت الموضوع ده أنا فكرت أن أنا قريت عن التوحد كتير في الفترة دي وشفت أن أكتر سبب أوه ما فيش سبب معروف بس أكتر سبب مرجح هو السبب راسي فطلبت جيناتك تيست قالت لي ليه وما فيش أي داعي لده واللي أنت بتقولي يعني لسه الولد ما كبرش ودي له وقته طمنتني وضل عندي قلق فضل عندي قلق بس ما أخدتش أكشان غير لما كنت حامل في أخته الثانية كان أحمد لحد دلوقتي ما بيعرفش يأكل لواحده يشرب لواحده ويمسك معلقة اعتمادي لحد كبير ما بيقدرش يعبر عن نفسه ما يقدرش يقول عايز يأكل عايز يشرب بالمرة فلما أنا كنت حامل في أخته كان هو عمره سنة وثمان شهور ونفس الشيء زي كأنه عمره سنة فيش حاجة تغيرت يعني في نموه أو في تطوره وبس ماشى ده الحصل فروحت تاني عن نفس العيادة؟ على عيادة مختلفة كنت نقلت السكن فبدأوا يهتموا وقلقوا لأن عمره كان أكبر شوية حولوني على المركز اللي هو مركز علاج التوحد على ما تحولت للمركز كانت عملية الريفيرر دي نفسها أخذت ثمان شهور لأن أنا كان حظي أن أنا كنت سكنة في منطقة نسبة الأطفال المتوحدين فيها عالية جدا فبالتالي الخدمة الطبية الموجهة ليهم مش والنظام هنا طبي اجتماعي يعني يأخذ الكثير من الوقت للتحويل بالعموم بالعموم النظام حسب المنطقة وحسب عدد السكان وعدد المصابين يعني أنا ما كنتش محظوصة بس في نقطة أن أنا سكنة في منطقة هنا اسمها إيلينج دي أعلى نسبة التوحد موجودة في لندن موجودة في المنطقة دي فثمان شهور وأنا كنت طبعا قلقانة جدا وبدايت أن فيه بيبي جديد في البيت وهو مش يعني تفاعله مع البيبي تقريبا شبه منعدم بس بيجي يتفرج كده بشكل مختلف ساعة يحاول يلمسها ويجري طبعا كلما الوقت كان بيمر كلما كان ده بيتأكد عندي أكتر أنه هو متوحد كل مرة كنت بروح لهم طبعا البروستس أن هما يشخصوا نفسها أخدت حوالي سنتين إلا شوية إلا شهر ولا شهرين فطول الفترة دي أنا كنت يعني بتوسل إليهم بس أن هما يدوني تشخيص كل مرة كنت بروح لهم بقولهم أنا عارفة أن ابني عنده توحد فهم كانوا بقولون أنت ما تقدريش تقولي كده وإزاي تقولي كده وأمراض النموة كثيرة ووسعة يعني ما أخدتيهش مباشرة لطبيب نفسي طبيب مختص بالأطفال لما ألقت جدا روحت الطبيب نفسي أو دكتور مختص في أمراض التوحد لأن أنا كنت مصدقة من جوية أنه هو توحد فبدأت أقرأ في الموضوع بشكل موسع حتى بدأت أقرأ على أوتزم.ورج على المواقع الشهيرة يعني فيها معلومات فبدأت أكد عندي أنه هو توحد فرحت الدكتور خاص وهو حتى رجح ده يعني أكد ولا رجح هو ما يقدرش يقول لي أنا مقدرش أشخصه قبل الثلاث سنين وقبل فترة كافية من الملاحظة لكن أنا أرجح زي ما أنت بتقولين هو عنده توحد شعورك كان إيه وأنت في حالة شبه مؤكدة أنه أحمد عنده توحد حقيقة أنا شبه في الحالة دي أنا كنت بس بصارع أن أنا عايزة تشخيص عشان أقدر أخذ أكشن عشان أقدر أعمل حاجة أنا زي الحسب عجزة تام مش قادر أعمل حاجة واللحظة اللي أنا جالي فيها تشخيص بقى من الحكومة يعني دي اللحظة اللي أنا كنت مفروض مستنيها أنا تصدمت جدا وكأني بسمع يعني حاجة جديدة علي حتى الدكتور نفسها كانت مستغربة تقولي طب أنت زعلانة ليه طب أنت كل مرة جتلنا فيها قلت أنه عنده توحد أنا نفسي كنت مستغربة لي أنا مصدومة أكيد الموضوع أخذ فترة أن أنا أبدأت يعني نفسيا أأهل نفسي أن أنا أقبل الفكرة وأن أنا أفهم أن التوحد مش أن التوحد بس أو أبدأ أخده أن هو طريقة مختلفة أن ابني بيفهم العالم وبيتعاطى مع العالم بشكل مختلف فأنا التشالينج دلوقتي مش أن أنا أعالجه أقدم هو أن أنا أحاول أفهم الطريقة اللي هو بيفهم العالم منها بدأت أقرأ عن البروغرامز اللي بتعالج التوحد فمعظم البروغرامز النكحة كانت اللي هي تنطلق من أن أنت تقلدي الطفل في اللي هو بيعمله طيب إحنا حنحكي سلمة عن طرق التعامل ما الذي طلب منك شخصيا من والده وغيرها من النقاط دكتور مساء الخير سلمة وحديثها أخذنا إلى تصور الحالة وعشناها فعلا لكن من الناحية الطبية مازال غائب تشخيص وتعريف محدد لهذا المرض ولأسبابه تفيدنا في هذا الأمر بشكل الرحمن الرحيم أول حاجة يعني انتهيزي اليوم يوم التوحد وذي يعني عملية جميلة أنه الناس تحتفل من المتوحدين كتعريف المرض التوحد التوحد هو مرض لحد أسن معروف سببه ورجح أنه نسبة بسيطة منه ممكن خمسة في المئة أنه راجع لأسبابه وراسية دائما التشخيص بتاعه حاليا معظم الأطباء بيتشخصه من ثلاثة سنين لأربعة سنين التشخيص الأكيد لكن ممكن تشخص من عمر ستة شهور أو ثمانية شهور حاليا ممكن من بعض المراكز يشخص ما بده تشخيص كامل لكن أقول لك لتاس سي أنا بزيرف لكن بيكون الدكتورة اللي بيشوفها لأنها من تبدأ العملية بتاعت النمو بتاعت الطفل تبدأ هو هنا بيلاحظ أول زون ممكن يلاحظ أنه الطفل عنده توحد هي أم بزيزة إذا أم كان عندها أو خبرة وعندها قبل كده عندها بيقوم بتعمل مغارنة بين الطفل الأول والطفل الثاني تلقى في اختلاف بين الطفلين فبتلجأ دائما هنا في إنجلطرة في يوكي في طبيب الأسرة جي بي فبتلجأ للجي بي والجي بي بعد ذاك بيأخذ بروسس المعمول بها هنا اللي هو بحول للطبيب المختص دائما التشخيص بتاعه بيكون هنا عنده مراحل اللي هي مور بمرحلة نحن دائما يقول مجموعة من الخصوصيين بخطة تشخيص مع بعض لكن التشخيص كليناكلي دائما يكون بالنسبة للطبيب المختص يكون ظاهر بيجأ زي ما قالت الأخذ السنة بيجأ للتشخيص بتعدينة تيست إذا فيه هستيري في الفاميلي فيه تاريخ رأسي عن تأخر في النمو أو في طفل عنده توحد أو عنده بعض الأعراض بتاع تأخر في النمو دائما الطبيب يلقى للجيناتك تيست أو التحليل الجينات التحليل الجينات طبعا حاليا هنا في المملكة المتحدة واحد من كل مئة طفل عنده توحد نسبة كبيرة نسبة كبيرة جدا في حوالي نصف مليون طفل في اليوكي النصف مليون دي النسبة قلت بالنسبة للثمان في الأيتيز أو يعني النسبة على التشخيص زادت في أنه الناس بجاءت تعرف ناس بجاءت تعرف أعراض المرض وحسب الهدوكيشن الحاصل بالنسبة للفاميليس فبيقول يلقى للطبيب من العلامات مبكرة تصحر للطفل تلقى للطبيب وده حاجة جميلة جدا لأنه كل ما تلقى التشخيص بدري كل ما إنته تستطيع أن تستعد وتستعد للعلاج على كل إن اسمح لي دكتور أن ستنضم إلينا الآن دكتورة مها الهلالي الرئيسة الجمعية المصرية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد أهلا وسهلا بك دكتورة مها هل لك أولا أن تحدثين عن الجمعية عن الحملات والعام الحادي عشر تطلقون حملة هذا العام تحت شعار أبريل شهر تقبل التوحد حدثين أكثر دكتورة مها مساء الخير أنا مؤسسة رئيس الجمعية المصرية تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد وليد أمر شاب عنده توحد مفتفى أمر عشر سنة أنشاء الجمعية مجموعة أولياء أمور في سنة 98 ومشهرة سنة 99 وبدأنا حملة التوحدة بتأخذ سنة 2005 بعد المؤتمر العربي الأول بالتوحد بتنزيم المسكو وكان في بيروت في 2004 واتفقنا أن كل الزور اللي كانوا مشاركين نكون شبكات جوه بلدنا للتوحد بالتوحد وفعلا نبتديني نحمن 2005 في 2014 كرارنا أن نغير الحملة لحملة التقبل لأننا فكرنا أن التوعية كده تفيح وحين وقت التقبل أحيانا التوعية يعني ما تكونش كافة للناس تغفر للتقبل كنتي زينا أن احنا نزق أكتر على التقبل وبنعمل فعاليات نحتفل خلال الشهر بقدرات أولادنا بنحب الوعد بقدراتهم نعمل مهرجان بيادي بيكون بشتراك 45 لمايا جميع من خفزات مصر بنعمل معرض السنون الأشخاص بالتوحد وبنعمل مؤتمر توعاوي المفتوف طيب هذه الفعاليات دكتور أسف على المقاطعة فقط لنستثمر الوقت أكتر هذه الفعاليات ما تفيد ما الذي تقدمه وأيضا جهود الدولة هل هي كافية المجتمع المصري هل يقدم لهذه الجمعيات مساعدة من أي نوع هو أول حاجة هل الحملات كافية أيها الحملات مش كافية طبعا لكن هي بتأجي الغرض على قل نوصل للتوائية ونحن نوصل للأسر اللي لديها مصاب بحيث أن نحن تشخيص المبتر والتدخل المبتر لأنه هو ده اللي هيثق في حياة الطفل والشخص والأعاقة أن نحن نبتقي تدخل مبتر وإلى الكثافة وهو ده اللي ممكن يقفل للكدوة الموجودة بينه وبين أكرانه بالنسبة للمجتمع المجتمع يتقبل أكثر على الأقل ده اللي هي محدد يقول شخص عنده تواحد يأتي الناس تركم إيه هي التحديات اللي هو ممكن بيكون بحاجهها وبيعلاقه يتفهمه أكتر فيه شغل كتير عمنا للجماعيات ونحن نوصل للدمج الدمج لسه مش واصل بسيطة لحنا نأمل فيها لكن فيه جود مشكورة موجودة وزارة التربية التعليم فيه قرار وزاري للبنج في مجالس الابتدائي وابتدأ يتنقذ من الهتفاة يعني إحنا نبص عليه أنه يكون مدعم بطريقة أكتر ظروف الدولة ممكن تكون مش فيهاش تكرار مجمع عام من ساعة ثورة 2014 وفيه تميلات في حص في وزارات يعني وزارة التربية تعليم تعليق وزارة فنأمل أن نحن نوصل لمرحظة باستقرار ونوصل عن التفعيل بقى للقنابات اللي احنا طلبينها ممكن طبعا مع خروج قانون الأعاقة اللي نأمل هو يخرج مع تكوين البرلمان بعد الانتخابات القادمة هو القانون جاهز مفروض يتعرض ويتواجئ عليه أن القانون عدم ما تجلبش من 3.70 إلا مرة 1.8 نحن نتمنى أن تصل كل هذه الرسائل ونتمنى لكم كل التوفيق وأسفة جدا على المقاطعة دكتورة مهاء الهلالي رئيسة الجمعية المصرية لتنمية الأشخاص ذوي الإحاقة والتوحد شكرا جزيلا على هذه المشاركة قبل أن نواصل عفوا كنت أود أن أواصل مع الضيفة لكن المخرج يصر على أن نتوقف عند فاصل ثم نواصل أهلا وسهلا بكم من جديد ووصل معك دكتور علي ما الذي يمصح به الأهالي والأسر بمجرد اكتشاف أن ابنهم مصاب بالتوحد وطرق العلاج إن كان العلاج ممكن زي ما قلت قبل أول حد يقدر يكتشف أعراض المرض اللي هي الأم لأن هي أكتر حد بالنصيق مع الطفل وزي ما قلت تغريبا ممكن التشخيص سيكون إيرلي بدري يعني في بعض المراكس المتغدية من 6 إلى 8 شهور هل يهمين بيبدل العملية بتاعت المراحب تصهر بالنسبة الطفل دائما هنا في الحضانات وفي البلاي جروب وكذا بتكون المسؤولة عن البلاي جروب أو الحضانة بتلاحظ القصة دي ويكون في بريطانيا لكن هتكلم عموما عن الوطن العربي حياتي مفجودة فإذا تكلمنا عن الوطن العربي نقول إنه الأم والناس اللي حاول الطفل يمكن يلاحظوا الشغالانة دي فالعراض كثيرة إذا تكلمنا عن العراض العراض زي ما قالت الأخط بشوية ممكن تبحث زي ما قالت هو كان صغير وكان يعني انترس في إنه مع الناس التانين وكان عنده بعض الحركات السنسور بتاعته ما الذي يطلبه المتوحد من أهله في المهمة هنا نكون في نقطة مهمة جدا اللي هي التشخيص بعد التشخيص دائما الفاميلي والأم والأبو دائما بيكونوا في لحظة ملحظات زي ما رأيت الأكثر بشوية بيكونوا عادي عارفوا السبب في إنه عدم قدرت إبنهم لإنه يكون طبيعي السبب شنو فوانص إنه لقى الجسر زي ما رأيت رغم إنهم هم داريع في السبب لكنهم تكون لهم التشخيص بيكونوا زي شوط بزارة عمنا في العالم العربي لأنه بقول لك هذا الطفل أو ما ما عنده مرض فدي هنا مشكلة وانصين وانصين التشخيص دي يحنا يعني يمكن من 80% من المشكلة 20% اللي هي بعد أو 30% ثاني بعد التشخيص هنا عايزين الأسرة تفهم طبيعة المرض شنو كيف تتعامل مع الطفل حال الطفل دي هو مريض نفسيا أو مريض مثلا فيه 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 يعني 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 دائما العلاج صبورتي فيه ما فيه علاج للأوتزم ما فيه يعني يعني فيه بعض الحاصلة فيه بعض السنات يقول مثلا بإلاج 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 مثلا بل في من يعطيهم أدوية مضادة للاكتئاب أو متحكمة هذه الأدوية تضرهم المنزل الحظم في أدوية لتساعد تقال على المرح للتهديئة بالضغط العنيف العنيف rukрет تلديه بعض الحياة تهديء منه بعض الحياة التانية يكون عنده مشكلة في النوم الطفل التي عنده أو ny من ت 장난 الطفل nós لديه حياة تساعدةеперь عندما يكون هو يأخذ راحة بالنوم اليوم التاني يكون حبت الساعد في هنا الأطفال اللي عندهم مع أوتيز ما كل الأطفال اللي نستفهمون إنهم هم ناس اللي تفهم إنه الطفل دي فيه بعض الحياة البوزوتيف برضو فيه يعني تبغيوهم فيه بعضين ذكيين جداً ويكون عندهم انتراز في حياة معينة مثلاً في الميوزيك في النومبرز يعني أنا بيجي وني مع أطفال مرسل بيكون حافظ كل البص نومبرز بتاعته المنطقة الأيري بتاعته اللي بيمشي المستشفى والبيمشي للسكول والبيمشي حافظه والروت ويتمكن من الكلام بعدين أيوه طبعاً هنا فيه مشكلة بتاعت الكممنيكيشن مع الناس الحاوله دي المشكلة بتاعت الأوتيزم يعني فيه أو الانتراكشن ما يقدر يتعامل مع الناس الحاوله فدي هنا بتسبب له مشكلة إذا الفم اللي فيه مثل القصة دي بعد ذلك هو سلولي سلولي الناس بتفهم إيش الحاصن زي ما هسا سمعنا في التغرير فيه إنه أول أوتيستيك يدخل الجامعة يدخل الجامعة فهنا يعني دي حياة مبشرة هنا تكون في مصر حاجة بشكل دي أتمنى تكون في السودان وتكون في السعودية وتكون في أي حتة لأن في بلادنا إن الناس اللي بتكرر دي خلاص ما فيه دكتور عفواً حب أسألك برضو عشان نوضح المشاهدين إن فيه حالات فيه 8 حالات مختلفة من التوحد غير إن فيه اترابط في التوحد نفسه فيه حالات الحالة الخفيفة وفيه المتوسط درجة المتوسطة أو الدرجة السبير فلو حضرك توضح ده توضح لو بعجالة فقط طبعاً حتى حتى سبكتروم دي صورة سبكتروم يعني حاجة طيف من ضمن في حاجة بقول ليها في السبيرغرس سندروم اللي هي حاجة مائلد في السندروم مشكلة في التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي الشافة اللي عنده القصة دي بكون ما عنده مشكلة في الاسبيتش كويس ما عنده بكون مرات بكون حتى أكثر أعلى من المستوى بتاعه في الريدنغ حتى في عمره الأكثر دائماً نحن نعطيه البيتش على كل أنا أسفى جداً دكتور وأسفى سلمة لكن البخرج فعلاً يقول إن الوقت انتهى وقت انتهى الحل لهذه الحلقة شكراً جزيلاً دكتور على هذه التوضيحات دكتور علي التاج أحمد استشارته بالأطفال والمتخصص في أمراض التوحد سلمة شكراً جزيلاً لك الله يخلي لك أحمد إن شاء الله وتشوفيه في مناصب عليا وإن شاء الله كل العلاج وكل الأمنيات لأصحاب هذا المرض ولأهليهم بحياة أهناء الكراسي ستلقي بنا للحروب الكراسي ستغمرنا بالسلام الكراسي ستغفرنا كالذنوب الكراسي الجحيم الكراسي الشفاعة الكراسي التي كلما جد جد ستهتفوا موتوا لتحيا الشجاعة هي بعض من مقاطع قصيدة لإبراهيم نصر الله تستخدمها مهندسة معمارية مصرية لتتحدث عن تبدل معنى الكرسي كما تتبدل الوجوه فكل وجه كرسي يحمل معنى مرة سياسية ومرة اجتماعية ومرة تاريخية في مشروعها ألف كرسي وكرسي ومع هذا التقرير نترككم ونحيكم حتى نلتقي في حلقة جديدة بتوقيت مصر الكرسي كرسي الاعتراف كرسي السلطة أم مجرد كرسي في الشارع على جانب الطريق هل فكرت يوما ما في قصة هذا الكرسي في إلابة هذا السؤال فكرة مشروع دروس من الرصيف ألف كرسي وكرسي من شوارع القاهرة الذي أطلقته المصممة مروى مرسي قبل ثلاثة أعوام كمان كنا عايزين نستعمل الكرسي كعدسة نقدر نشوف بها المدينة نفهم بها إزاي ناس بسعد على الكرسي إيه علاقة الكرسي بالسياسة ليه في العلاقة دي إزاي ناس بترقب بعض بتتكلم بتحكي الكرسي بيدل على إيه أو إيه المدلولات بتاعته في المدينة يسعى هذا المشروع الذي سيتحول الكتاب إلى استكشاف السمات العمرانية للقاهرة الكبرى من منظور كرسي الشارع العادي لتأخذك تلك الصور في سلسلة من الجوالات الاستكشافية بالقاهرة بأحيائها المختلفة على لسان مستعمل تلك الكراسي الذي يعيشون في مكان خاص يقع ما بين الشوارع والمباني فيتحدثون عن حياتهم وعن الوقت الذي يمضونه على الأرصفة وعن رؤيتهم للمدينة الصاخبة وعن تصميم كراسيهم ولأن الحكاية كثيرة عجزت عن حملها صفحات التواصل الاجتماعي قررت مروى إطلاقها في الكتاب حصلت على منحة من المركز التقافي البروترامي في القاهرة للتنفيذ فكرتها مع مصور ديفيد بويك كنت عايزة أبص على الفراغ العام وإزاي الناس بتستخدم الفراغ العام بطرق مبتكرة وكنت عايزة كمان أبص على تصميم الكرسي نفسه إزاي الناس بتستعمل حاجات موجودة حواليها عشان تصلح الكراسي بتاعتها بطرق مبتكرة ممكن حد زي أنا كمصممة أو أي مصمم مش هيفكر في الأفكار الناس بتفكر بيها على مدى أكثر من ثلاث سنوات تجولنا في جميع أنحاء المدينة سمح لنا هذا باكتشاف التنوع المدهش في القاهرة من حيث الأحياء والناس تحدثنا إلى أصحر بالمتاجر تحدثنا لبائع القدروات وتحدثنا إلى حراس العمارات وساسة السيارات واستمعنا إلى قصصهم وأعتقد أن هذا هو ما يحاول كتابنا أن يعكسه يحاول إعطاء صوت لسكان القاهرة بتنوعهم وحياتهم وهمومهم وقصصهم ومعاناتهم وكذلك قصص كثيرة يتضمنها منها قصة عبدالله علام يعني هو تقدر تقول يعني مثلا الهوى برا بتاع بدل كاتمة والناس وحبنا معك يا شمال ويمين لازم نصبح على بعض أسعى مروى وصديقها إلى جمع الأموال اللازمة لطبع الكتاب عن طريق أحد مواقع وهي وسيلة لعرض الأفكار المبتكرة على الإنترنت وجمع الأموال اللازمة لتنفيذها من مستخدم الإنترنت المتحمسين للفكرة ومن المقرر أن تنتهي حملة جمع الأموال في الخامس من إبريل وإلى أن يرى الكتاب النور تستمر رحلة مروى وبويك لاكتشاف حكايات كراسي القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر